بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأزكى المرسلين سيدنا وشافع ذنوبنا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وبعد ورد عن سيدنا ومولانا وإمامنا سيد الموحدين وأمير المؤمنين علي عليه السلام ما أصبح في الكوفة أحد إلا ناعما وإن أدناهم منزلة ليأكل من البر ويجلس في الظل ويشرب من ماء الفرات أرحب بكم أيها الأحبة في هذا البرنامج الكريم الميمون المبارك واتل عليهم وفي هذه الليالي التي نعيشها ليالي الحزن على أمير المؤمنين علي عليه السلام روحي فداه في هذه الحلقة سنتوقف عند روائع من حكومة علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعليه صلوات ملائكته وصلوات المصلين توقفنا فيما مضى في حلقة سابقة عند أمير المؤمنين وحرية الرأي كيف قد كفلتها حكومته وعصره ودولته كفلت حرية الرأي حتى للخوارج إن سكتوا تركناهم إن تكلموا حاججناهم إن أفسدوا قاتلناهم ثم توقفنا عند أمير المؤمنين سلام الله عليه في حلقة أخرى وحقوق الإنسان فأعطى حقوق الإنسان حتى الكفار حتى المحاربين حتى من حاربوه من الفئة الباغية لم يستعمل معهم سياسة الحصار وحبس الماء بل راعى كل قوانين حقوق الإنسان في حكومته سلام الله عليه حتى مع أعدائه حتى مع الخائنين من عسكره كعبيد الله بن الحر الجعفي أيضا الإمام سلام الله عليه أعطاه حقوقه في هذه الحلقة سنتوقف أحبتي عند روائع من حكومة أمير المؤمنين إحدى روائع حكومة أمير المؤمنين سلام الله عليه هي التنمية الاقتصادية هي التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر وغير ذلك وكثير الأمور التي الإمام صلوات الله عليه ناضل وكافح من أجلها فعلي روحي فداه الذي يقرأ خطبه والذي يسبر تأريخه ويتوقف عند حكومته يجد فيها الميزات الكثيرة والخصائص العجيبة فلم يكن منشغلا ببسط سلطته ونفوذه ولم يكن مجبرا أحدا حتى على بيعته رغم أنه عليه السلام كان رافضا السلطة علي عليه السلام لا يرى في السلطة تشريفا بل يرى فيها تكليفا علي عليه السلام لم يرى في السلطة هدفا بل كان يرى في السلطة والحكم وسيلة لإحقاق الحقوق إلا ما كان يقول عليه السلام ويرددها دائما والله إن دنياكم هذه أهون عندي من عفطة عنز في خبر أهون عندي من عراق خنزير في يد مجذوم أكثر من هالوصف يريد يشير إلى قباحة الدنيا عنده سلام الله عليك ما كان متهالكا عليها ولا متلهفا إليها أبدا وهو الذي كان يناديها دوما ينادي الصفراء والبيضاء ويركل تلال الذئب والفضة يا صفراء يا بيضاء غري غيري صلوات الله عليه ما كان يسيل لعاب أول السلطة ولا كان محتارا ببست نفوذه ولا كان منشغلا بوسائل الحكم وغير ذلك إنما كان همه مكافحة الفقر تطبيق الشرع تطبيق عدالة السماء كان صلوات الله عليه مهتما بشؤون الفقراء وهذا سيظهر كان صلوات الله عليه يلغي المحسوبيات كان صلوات الله عليه شديدا واضعا للرقابة على الولاة على المسؤولين على موظف الدولة إلى آخره لعل أهم همومه كانت هي التنمية الاقتصادية إذا تلاحظون هذا النص الكريم اللي بدأت فيه المحاضرة هذه رائعة من روائعه أنا اليوم ما أقدر أخصص حديثي لجانب أريد أذكر بس لقطات من حكومة أمير المؤمنين الوقت ما يسمح ولا أقدر أقف عنده مقدمات لاحظوا روعة علي في حكومته ما أصبح في الكوفة أحد إلا ناعما ناعما اسم فاعل يعني متنعما يعني في نعمة إشلون يا أمير المؤمنين يعني مرفها إشلون وأن أدناهم منزلة ليأكلوا من البر يعني يأكل طعام الحنطة يأكل من الحنطة الفقراء كانوا يأكلون من الشعير هو صلوات الله عليه الإمام الباقر من دخل عليه رجل من أهل الكوفة قال له من أين؟ قال له من الكوفة التفت الإمام الباقر عليه السلام قال له والله إن صاحبكم صلوات الله عليه يقصد أمير المؤمنين الإمام الباقر في المدينة يقول له والله إن صاحبكم ما وضع آجرة على آجرة ولا أقطع قطيعا وكان يطعم الناس البر الخبز باللحم ويأكل هو الخبز بالزيت كان يطعم الناس خبز البر ويأكل هو خبز الشعير سلام الله عليه حتى عمر بن حريث هذا الشخص الأموي العنصر الأموي يقول دخلت عليه يوما فأتته فضة بكيس مختوم الإمام رادي راوي للحاكم كيف لازم يكون مو لازم يكون والعياذ بالله للأسف اليوم في زمننا ما أحكي أنا عن نواب مجلس في بلد ما أحكي عن وزراء ومسؤولين ومدراء وعمداء يا أخي ظاهرة الفساد وعدم الشفافية علي عليه السلام هذا هذه دولته يخطب بين الصفين في صفين يعني مئة وعشرة آلاف جيش علين ومئة ألف مئة ألف جيش أمير المؤمنين ومئة وعشرة آلاف جيش الفئة البنغية يخطب بين الصفين في صفين يخاطب الناس بهذا الخطاب أيها الناس دخلت خلافتكم وعلي هذين الطمرين وغلامي فلان وراحلتي هذه فإن خرجت من خلافتكم بغير ما ذكرت فأنا لكم سارق هذه سياسة أمير المؤمنين ستتضح الإمام سلام الله عليه في حكومته يقول ما أصبح في الكوفة أحد إلا ناعما يعني متنعم الكل متنعمون ولاحظوا دقة العبارة أحد ما قال مواطن كوفي لا المواطن والوافد وكل من يعيش بالكوفة الإمام سلام الله عليه يقول ما أصبح في الكوفة أحد إلا ناعما يعني مرفها وإن أدناهم منزلة ليأكل من البر هو يأكل خبز الشعير أعود لعمر بن حريث عمر بن حريث يقول جدت فضة جابت لكيس مختوم وأتته بقصعة يعني طاسة مثل منقول يقول ففتح الكيس مختوم يعني حاط عليه خاتم حتى إذا فتحوا عقدة الكيس يبين الكيس ملعوب فيه مفتوح لا يختمه حتى أحد لا يلمس كيسه يقول فأخرج منه كسيرات من خبز الشعير غير المنخول هذا غير المنخول يصير مثل الآجر مثل الاسمنت خبز الشعير ده ما ينخلوه يصير بعد كلش قوي وشديد يقول فكسرها بركبته وضعها في القصعة ذر عليها شيئا من الماء وشيئا من الملح يقول أسفر عن دراعه قل لي يا عمر ألا تأكل هذا الرجل أموي أموي الانتماء ما أقصد أموي النسب على أي حال يقول استغربت حاكم يحكم 53 دولة وهذا أكله هذا تقشفه هذا زهده سلام الله عليه يقول أخذ يأكل هل كسيرات الخبز بعدين راد يعطيه درس لعمر بن حريث اش قال له سلام الله عليه يقول التفت قال خابت هذه إن أدخلتها هذه النار يريد يعلم لهذا وأمثاله الإمام كان مهتما بالتنمية الاقتصادية وهذا أذكر موارد لاحظوا أحبتي يقول الإمام وأن أدناهم هذه ما حد يقدر يقولها حاكم لكن علي عليه السلام يقوله آه بضرس قاطع وأن أدناهم يعني أقل واحد في المستوى المعيشي في الكوفة وأن أدناهم منزلة ليأكل من البر من خبز الحنطة ويجلس في الظل يعني يمتلك بيتا يضل له ويشرب من ماء الفرات مو بس هذه سلام الله عليه رغم أن الكوفة البراقي يذكر يقول كان فيها خمسون ألف دار للعرب من ربيعة ومضر وأربعة وعشرون ألف دار لسائر العرب ستة آلاف دار لليمن أو اليمنيين المهاجرين إلى الكوفة وغيرها هذا الوضع السائد في دولة الإمام سلام الله عليه التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر الفقر شي يقولون في تعريفه أيها الأخوة يقولون عدم الوصول عدم الوصول إلى حد الكفاف الإمام سلام الله عليه رفعهم من مستوى الفقر صلوات الله عليه ابقوا معنا نتواصل معكم في هذه الحلقات الكريمة في هذه الليالي الحزينة ليالي أمير المؤمنين بارك الله فيكم أحبتي حياكم الله أحبتي المشاهدين إذن عرف الفقر بأنه عدم الوصول إلى حد الكفاف وعلي هسا ما أريد أن تحدث عن أسباب الفقر ربما للفقر أسباب الكسل مثلا عدم تطوير الذات مثلا سوء التخطيط من الدولة أو سوء التخطيط مثلا من الإنسان نفسي بذر يسرف كذا أو السياسات الاقتصادية اللي مثلا تضعها الحكومات هي اللي ما تخلق فرص عمل وبالتالي تتفشي البطالة وينتشر الفقر إلى آخره من ضمن الأسباب عدم التكافل الاجتماعي الإمام حارب ظاهرة الفقر صلوات الله عليه حاربها أشد المحاربة من ضمن مقولاته في هذا الباب يوصي ولده محمد بن الحنفية يقول يا بني إني أخاف عليك من الفقر فاستعذ بالله منه فإن الفقر منقصة للدين مدهشة للعقل داعية للمقت وهكذا حرب الإمام الفقر من أحدى روائع حكومة أمير المؤمنين صنع دكاكين ومحال ووزعها على المواطنين مجاناً لا محابات لا مناقصات لا سياسات لا غش لا كذا لا واسطات كما نقول وزعها على المواطنين صلوات الله وسلامه عليه وهكذا تصدى للفقر بكل أساليبه بالليل يجوب وقد حمل الجراب على ظهره يجوب على فقراء المسلمين محمد بن الصم عن أبيه عن عمه قصة طويلة يقول رأيت رجلاً حاملاً بيده جفنة بالليل وهو يقول يا رب المؤمنين إله المؤمنين اللهم إنك تعلم أني لا أملك إلا ما يواريني وما بصحفتي أو بجفنتي هذه يقول تبعته بالليل إلى أن وصل إلى دكة الفقراء أطعمهم ومشى عنهم جائعاً يقول لما دققت النظر رأيته علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه وهو صاحب النظرية المعروفة أمير المؤمنين ما جاع فقير إلا بما متع به غني من روائع حكومته مو بس التقشف والشفافية مكافحة الفقر إلغاء المحسوبيات بكافة أشكالها ما كو أنا قرائب المسؤول وأتنعم بخصائص ومميزات ما كو هالشيء هذا في حكومته أحمل حديدة لأخيه عقيل ابن أبي طالب إجأ ابن أخيه وزوج ابنته الحوراء زينب عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب هذا الشخص الكريم اللي عرف ببحر الجود التاريخ يذكر دخل عليه قال يا أمير المؤمنين والله لا أملك إلا ما يواريني ودابتي هذه كان كريما جدا ما يبقي شيء الجود يفقر والإقدام قتال كما يقول المتنبي فلو أمرت لي بمعونة فد مساعدة شيء من بيت المال بس ثوبي وهاي الدب التفت إليه قال له الإمام سلام الله عليه والله لا أجد لك شيئا في بيت مال المسلمين إلا أن تأمر عمك فيسرق ويعطيك والعياذ بالله يقول أنا لو داءنتك وفضلتك وانطيتك ومدري كذا أنا أصير سارق هذا منطق عليا إلغاء المحسوبيات المساواة أمام القانون هذه من روائع عكومة أمير المؤمنين احترام الشعب احترام إرادة الشعب الإمام كان لا يرى فيه شريح القاضي نزيها ولا كان يراه كفوءا عزله من إجل السلطة فكان يتمتع بعلاقات أخطبوطية من يبقى بالسلطة هاي ليش سياسة التدوير مهمة اللي تستعملها الوزارات والسلطات هذه نعمة لأن من يبقى يعيش عيش ما أدري إحنا بس بلداننا للأسف هاي شكيل يصير وزير أربعين سنة يصير مدري كذا خمسين سنة تقول دي ناصور هذه مأساة هذه ما كانت هاي شكيل الإمام سلام الله عليه عزله الشريح القاضي وإذا بالناس وعلاقات المتينة مع الناس مع الشيوخ العشائر القبائل الوجهاء كتبوا للإمام من البصرة إحنا نريد شريح رجع قاضي فامتثل لإرادة الناس سلام الله عليه عليه وأرجع شريحا قاضيا عليهم في حين كان لا يراه كفوءا احترام إرادة الناس لاحظوا من ضمن الأمور من ضمن الأمور من روائع حكومة أمير المؤمنين سلام الله عليه علت عدم التميز ماكو داعي أن يتميز المسؤول على غيره تكون إلا ما أدري فد معاملة خاصة تكون إلا فد منزلة خاصة لا تأقرو هذا النص اللي يروي ضرارة من ضمرة اللي لما دخل على معاوية في الشام قال صفلي عليا قال اعفني قال لابد لك من ذلك فوقف هذا الرجل الأسد بمحضر معاوية في وسط الأمويين وأنشد أو وقال هذه الخطبة الرائعة كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله إلى أن يقول وكان فينا كأحدنا عدم التميز على الآخرين وكان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ويأتينا إذا دعوناه لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله ووالله يا معاوية لقد رأيته في بعض لياليه وقد أرخى الليل سدوله وقد غارت نجومه قابضا على نحيته الشريفة يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الواله الحزين وهو يقول إليك عني يا دنيا غري غيري أإلي تعرضتي أم إلي تشوقتي هيهات فعيشك حقير وعمرك قصير وخطرك قبير ثم قال عليه السلام آه آه من بعد الزاد آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق إلى أن قال ضرار النص التاريخي يقول فبكى ضرار وبكى معاوية قال له فكيف حزنك عليه يا ضرار هس اللي يستشهد إمامك عليه إيشلون انت حزين عليه فكيف حزنك عليه يا ضرار قال يا معاوية والله حزن من ذبح واحدها في حجرها فهي لا ترقى لها دمعة ولا تسكن لها زفرة بعدين التفت معاوية قال رحم الله أبا الحسن لقد كان كذلك كل وصفك كان دقيقا هذا علي صلوات الله وسلامه عليه الذي كان رحي لألفدها من ضمن ميزاته هي هذه الخصائص تلاحظون كيف يحترم الناس تصوروا من أقرب المقربين إليه أبو الأسود الدؤلي هذا واضح علم النحو اللي الإمام علمه تلك بدايات ونواة علم النحو أبو الأسود الدؤلي النحو المعروف الأديب من سادات التابعين أبو الأسود الدؤلي إلى طرفة الإمام عينه قاضيا ثم عزله شوفوا هاي من ميزات حكومة أمير المؤمن ماكو محسوبية ماكو واحد مقرب إليه أكو رقابة مستمرة على كل المسؤولين لاحظوا الإمام عزله فإجى أبو الأسود إلى الإمام عليه السلام قال لما عزلتني يا أمير المؤمنين لما عزلتني وما خنت وما جنيت لا خيانة عندي واختلاص ولا ظلم أحد لما عزلتني يا أمير المؤمنين وما خنت وما جنيت التفت إليه قال لأني رأيت كلامك يعلو كلام خصمك من جاي الخصوم المدعيان يمك أنت صوتك أعلى من صوتهم أنا للأسف إذا الوقت كان يسمح لي أذكر لكم حقيقة عجائب من حكومة أمير المؤمنين كيف كان سلام الله عليه يتصدى للإصلاح كيف كان روحي لألفدها يتصدى بأبي وأمي إلى أبسط الأمور لاحظوا مثلا مثلا يقول لمالك لمالك شوفوا شي يقول للإمام سلام الله عليه يقول وأشعر قلبك العطفة للرعية والمحبة لهم واللطفة بهم ولا تكون أن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق مكان آخر يحثه على زيادة الإنتاج في هذا عهد الأشتر اللي اعتبرته الأمم المتحدة اليونسيف أكبر وأعظم وثيقة تنظم علاقة الحاكم بالمحكوم قبل سنوات الأمم المتحدة يقول له وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج مو مهم مشلون تطلع فلوس للدولة وتملأ خزينة الدولة المهم أن تعمر الأرض المهم أن تخلي تركيزك على التنمية وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج وضع معياراً لانتخاب الموظفين هاي من روائع حكومة أمير المؤمنين مو قرايب المسؤول بس يتعين ستين واحد من قرايبة يدخل وياه واحد حرس واحد حماية واحد مدري شنو واحد مدري كذا الإمام ينطف رط قواعد عامة ثم انظر في أموري ثم انظر في أموري عمالك فاستعملهم اختباراً ولا تولهم محاباتاً وأثراً مو من باب الإثرة والمحابة والمغازلة قرايبة وبنخالي وواسطة وورقة وتوصية وتعينة لا لازم تعينة لأجل الكفاءة ولأجل الاختبار يهتم بالطبق الفقير عليه السلام يقول ثم الله الله في الطبق السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنة وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم إلى آخره الإمام سلام الله عليه هذه كانت همومه هذه كانت من روائع حكومته صلوات الله عليه روحي لألفدى بأبي وأمي وهو الذي على أي حال كان دائماً يعني على أي حال يتذكر هذه الليالي يتذكر هذه الأيام وهو الذي نشر المصحف على رأسه وقال في آخر أمره اللهم إني قد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني أما أنا أن تخضب هذه من هذه صلوات الله عليه روحي له الفداء حتى استشهد في محراب في محراب مسجد الكوفة صلوات الله وسلامه عليه وهو على أي حال طاوياً بأبي وأمي لم يذق إلا قرصاً من خبز الشعير صلوات الله وسلامه عليه بأبي وأمي سيدي يا أمير المؤمنين السلام عليك يوم ولدت في الكعبة في بيت الله والسلام عليك يوم استشهدت في مسجد الكوفة في المحراب في بيت الله أيضاً والسلام عليك يوم تبعث حياً في يوم القيامة لتشفع لعباد الله والسلام عليكم أحبة المشاهدين أينما كنتم حيثما كنتم راجياً دعاءكم كما لا أنساكم من الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة